رفضت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال الانسحاب لمسافة خمسة كيلومترات شمالا داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش الإسرائيلي الذي استهدفها عدة مرات وأضح المتحدث باسم اليونيفال أندريا تنانتي أن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء بعض مواقع القوى الأممية على الخط الأزرق مشيرا إلى وجود قرار بالإجماع بالبقاء وشدد المتحدث باسم اليونيفال على ضرورة إيقاف علم الأمم المتحدة مرفوعا في جنوب لبنان حيث يبلغ عدد القوى الأممية قرابة عشرة ألاف جندية وأضح المتحدث باسم اليونيفال أن عمليات إطلاق النار الأخيرة بقواتها ألحقت أضرارا جسيمة بقواعد اليونيفال في جنوب لبنان